السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام مرحبا بكم مرة أخرى معنا في قناة رشيد اللوفي تيفي في هذه الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان حوت ضخم يعبر تحت الجسر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحوت ضخم يعبر تحت الجسر سامويل دي شامبلين على نهر سان لوران في كيبك وتم نسبه الصورة إلى تلفزيون تيفي اا الكندي غير أن هذه الصورة في الحقيقة فوتوشوب فهجم الحوت هو خيالي حيث أن أكبر حوت في العالم هو الحوت الأزرق الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 170 طن وتفعل أيضا الألاف عبر فيسبوك وتويتر مع صورة زعم أنها لحوتين بالين أم صغيرها يمران إلى جوار جسر في كندا وظهرت الصورة الحوت الأكبر ضخما للغاية لدرجة أن حجمه يقترب إلى حد كبير من حجم الجسر وفسر ذلك بأن الحيتان البالينية تكون أكبر حجما في العادة من باقي أنواع الحيتان لا سيما الأنثى منها التي تكون أكبر حجما من الذكر إلا أن تتبع أصل الصورة التي حملت علامة مائية لأحد حسابات الأنستغرام كشف أنها معدل بالفوتوشوب ونشر فنان جرافيك تركي يستخدم اسم اوميت ريسيبر وعلى الرغم من أنه أوضح في تعليقه على الصورة أنه عمل ديجيتال وليست حقيقية وأنه لا يعرف اسم الجسر ولا مكانه يبتكر فتيين الشوشيال ميديا قصة كاملة حولها وبالمزيد من البحث تبين أن حتى صورة الجسر ليست في كندا وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية لجسر أرترنان رانذيل جونيور في ولايات كارولينا الجنوبية ويرجع تاريخ افتتاح الجسر إلى عام 2005 ويبلغ طوله نحو أربع كيلومترات وعرضه ثلاثة فاصلة سبعة متر إذن هذه هي حقيقة الحوت الذي يعبره تحت الجسر هو وابنه ومدى تدخيم في الصورة والحجم الذي أعطوه لذلك الحوت لأنه في الحقيقة حجم خيالي وليس واقعي وإليكم أعزائي بعض الصور مثل هذه الصورة معدل بالفوتوشوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى فيديو آخر لا تنسوا أعزائي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة